رحم الله الفقد واسكنه فسحا جينانهن لله وإن الله راجعون أفرجت لجنة الانضباط عن عقوبات هذا الأسبوع والتي كانت أبرسها إيقاف مدرب اتحاد العاصمة السابق فرنسوات شيكوليني لمدة عامين عن مزولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم الجزائرية إضافة إلى اقتراح معاقبته مدى الحياة بسبب خرقه لبروتوكول تسلم الجوائز وهو الذي رفض صعود منصة التتويج بعد خسارة فريق اتحاد العاصمة لمباراة السوبر أمام شباب بلوزداد